كما هي العادة في هذه القناة يمكنك الفوز هذا الأسبوع بجائزة قيمة 327 دولار أي برنامج من فئة برو مع دورته التدريبية الشاملة فشروط المسابقة فقط ضع إعجاب لهذا الفيديو ضع تعليق كذلك شارك هذا الفيديو مع أصدقائك على فيسبوك وبالنسبة للسحب يتم سحب الفائز نهاية كل أسبوع في البت المباشر الرسمي للقناة ليلة كل أحد في تمام العاشرة مساء بتوقيت المغرب إن شاء الله اشتركوا في القناة تشاهده من السلسلة التقنية فما أنصحك به هو أن تنزل إلى وصف الفيديو وتنقر على أول رابط موجود في وصف هذا الفيديو سيفتح معك في قناة الأكاديمي 24 لا تنسى أن تشترك تقوم بعمل سبسكرايب ثم تفعل زر الجرس حتى لا يفوتك أي درس من هذه السلسلة التقنية ثم بعد ذلك أدخل على البلايليست PyCapsules تعلم لغة برمجة Python من الصفر وحتى التمكن وبطبيعة الحال Python for Online Business Python للعمل على الأنترنت فستدخل على السلسلة التقنية وابدأ من أول درس وسر مع السلسلة التقنية حتى تصل إلى الدرس الذي وصلنا له حاليا إن شاء الله أما النقطة الثانية هي أنه إذا كان لديك أي سؤال فلا تتردد في أن تطرحه علي في التعليقات أما رقم واتساب هذا الذي تراه على الشاشة فهو مخصص فقط لتلقي الطلبات الخاصة بالدورات Quenia Professional والبرامج Professional وأدخل معك مباشرة وبأقصى سرعة إلى المحور التقني الثاني من لغة Python ألا وهو محور الليس وبمنتهى البساطة ما معنى الليست أو الليست في لغة Python مثلا نذهب إلى موقع W3Schools.com ونجد أول شيء يعني تعريف بسيط للليست Lists are used to store multiple items in a single variable يعني أترجم لك القوائم الليست يعني القوائم في لغة Python هي تستخدم تستخدم لتجميع مجموعة من العناصر في متغير واحد الليست أو القوائم في لغة Python هي عنصر أو data types يعني نوعية من نوعية البيانات في لغة Python تستخدم لتجميع مجموعة من العناصر في متغير واحد فأتمنى أن تكون واضحة هذه النقطة وسندخل للتطبيق العملي الآن حتى أوضح لك عملياً وتطبيقياً ما هي الليست أو القائمة في لغة Python فببساطة الليست في لغة Python هي كالآتي يعني أول شيء لا أحتاج لي أن أذكر أنني قمت بعمل ملف جديد .py يعني سميته intro to lists.py كذلك بدأته بcomments بيتعليق فالليست هي في لغة Python كما قلت كالآتي نقوم بعملها عن طريق معقوفتين عفوا بهذه الطريقة ثم نضع بداخل هذين المعقوفتين عناصر مثلاً العنصر رقم واحد العنصر رقم اثنان space عفوا فاصلة العنصر رقم ثلاثة العنصر رقم أربعة يعني الليست في لغة Python تكتب بهذه الصيغة مجموعة من العناصر بين معقوفتين كما ترى وتفصل بينها فواصل يعني عنصر فاصلة space عنصر فاصلة space عنصر فاصلة وهكذا والليست يمكن أن تكون إما على شكل يعني أرقام integers أو على شكل float أو على شكل string يعني عناصر نصية مثلاً هذه العناصر النصية مثلاً نقوم بترك المعقوفتين فقط ونقوم بعمل list بهذه الطريقة بعناصر عبارة عن strings أضع مثلاً computer science science عقون science ثم أضع مباشرة بعدها فاصلة ثم space وأفتح string جديدة وأكتب مثلاً ثم أضع فاصلة ثم أتي بعدها وأضع string جديدة أو سلسلة نصية جديدة أو نص سميها ما شئت وأضع مثلاً internet marketing ثم أتي بعدها وأضع فاصلة وأضع string جديدة وأكتب Marshall مثلاً art فن الحرب كمثال وأضع space هنا وهذه الآن التي ترى أمامك list مكونة من strings والتي قبلها list مكونة من integers وlist كما قلت يمكن أن تكون مكونة من integers من strings من float من lists يعني lists ضمن lists قائمة ضمن قائمة كل هذه الأمور ممكنة إن شاء الله مع اللists في البيتون وسأوضح لك الآن أكتر وأكتر كيف يمكننا العمل واستخدام الليس بطريقة عملية وطبيقية في لغة البيتون والآن نبدأ في العمل واستخدام الليس بشكل عملي في لغة بايتون وأذكر أن list في لغة بايتون هي القوائم والقوائم في لغة بايتون أو list نستخدمها لنخزن فيها مجموعة من أو المعطيات أو العناصر فهنا أول تطبيق عمل الليس هو أن نأخذ مثلا هذه الليس التي قمنا بكتابتها ونضعها داخل متغير كيف يمكننا ذلك الأمر بمنتهى البساطة سهل نأتي إلى هنا ونقوم بعمل متغير أو مثلا نفرغ سطر لاحظ معي هكذا ونكتب متغير نسمي هذا المتغير Topics مثلا Topics مواضع مثلا المواضع التي أهتم بها أنا ونأتي ونأخذ هذه الليست Cut نأتي إلى هنا لاحظ معي إما نكتبها أو لأننا قمنا بقصيها نستطيع لسقها Topics لاحظ تساوي بعد تساوي Space ثم نكتب الليست الخاصة بنا يعني كما ترى الآن حتى نتأكد من الأمر نأتي إلى السطر الموالي ونقوم بعمل Print دالة الطباعة Print وماذا سنقوم بطباعة سنقوم بطباعة المتغير Topics بهذه الطريقة ونقفل القوس ثم بعد ذلك نقوم بعمل Run بهذه الطريقة لاحظ معي لاحظ قام بطباعة الليست كما تلاحظ هنا Computer Science Math Internet Marketing Martial Art لاحظ يعني كل مواضع التي أهتم بها وضعتها في هذه القائمة أو قائمة مثلا مواضع اهتماماتك لاحظ أنت تضع للمواضع التي تهمك يعني إذا أردت طباعة القائمة بعد ذلك أقوم بإقفال هذا ال IDLE وأعود إلى هنا حتى أعرف يعني حتى أؤكد لك يعني ضمن التطبيق العام الليست يمكنني عمل Print لاحظ معي Print لماذا؟ دالة درسناها سابقا دالة Type أو النوعية Type ونضع داخلها نريد معرفة ما نوعية هذا المتغير ما هي نوعية هذا المتغير Topics فنقوم بعمل Print لنوعية هذا المتغير الذي هو Topics لاحظ معي نقفل القوس الأول ونقفل القوس الثاني هكذا ثم نقوم بعمل Run لنحصل أولا على Print يطبع لنا هذه الليست ثم يطبع لنا محتوى هذا المتغير ثم بعد ذلك يطبع لنا ما نوعية هذا المتغير نقوم بعمل Run بهذه الطريقة أوكي لاحظ معي السطر الأول طبع لنا القائمة بأكملها أو List ثم بعد ذلك طبع لنا نوعية المتغير الذي هو Topics وقال لنا أن ال Class أو نوعية هذا المتغير هو عبارة عن List هو عبارة عن قائمة فأتمنى أن تكون هذه نقطة واضحة وأمر معك إن شاء الله إلى النقطة الموالية الآن أود أن أوضح لك نقطة جد مهمة وخاصية جد مهمة في لغة Python متعلقة باللس والقوائم فأول شيء يعني أتي وأضع بعض السطور إضافية ثم أتي إلى هنا وأنشئ متغير جديد أسميه Topics رقم 2 ثم أضع تساوي ثم داخل هذا المتغير أقوم بإنشاء List جديدة أقوم بوضع معقوفتين أدخل بين المعقوفتين أضع Space وأتي إلى الوسط وأقوم بعمل List لاحظ معي بالخصائص الآتية تحتوي على نفس عناصر List Topics لكن بترتيب مختلف يعني بترتيب مختلف أبدأ مثلا هنا ب Martial Art بهذه الطريقة ثم أضع فاصلة يعني تذكر الطريقة التي نكتب بإنش ثم أضع بعده مثلا Math يعني أرتيب العناصر ترتيب أخر وبطريقة أشوائية ثم فاصلة ثم أكتب Internet Internet F1 أفتح String أكتب Internet Marketing ثم أضع هنا Computer Science بهذه الطريقة Computer Science ثم أتي إلى هنا بعد هذا وأقوم بعمل Print بهذه الطريقة وأفتح دلت Print وأكتب Topics Topics 2 عفوا أقفل القوس ثم بعد ذلك نقوم بعمل Run ولاحظ معي ماذا سيحدث وسأقول لك الاستنتاج الذي أريد أن أوصله لك في هذه الفكرة وأريد أن تطبعه في ذاكرة إن شاء الله لأن هذه الخاصية مهمة جدا في لغة Python لاحظ معي قام بطباعة الليست الأولى ثم قام بطباعة الليست تانية بالترتيب الذي أعطيناها إياه وهنا أحب أن أن أنبي إلى نقطة مهمة جدا في لغة Python أي أن لغة Python تحافظ على خاصية الليست التي أعطيتها لها دون أي تدخل وأي تغيير لاحظ معي الليست رقم 1 يعني فيها نفس العناصير التي هي في الليست رقم 2 لكن في الليست رقم 1 بترتيب يعني بالترتيب الذي أعطيناه في السكريبت هنا يعني في هذا المتغير وفي Topics رقم 2 قام بطباعة المتغير بالترتيب لاحظ معي كيف قام بطباعته قام بطباعته بالترتيب الذي أعطيناه له أصلا في السكريبت وهذه الخاصية مهمة جدا ويجب أن تنتبه إليها لأننا سأتي معنا مستقبلا دوال تقوم بالتغيير في الترتيب في القائمة وتقوم بإدخال تغييرات وإضافة وأشياء إلى القائمة فيجب أن تعرف جدا وأن تطبع في ذاكرةك أن لغة بايتون دائما تحافظ على خاصية القائمة التي أعطيناها لها وترتيبها والآن وحتى نستفيد مما قمنا به قبل قليل خلال هذا الدرس من خلاله قمنا بإنشاء متغير المتغير الأول Topics ووضعنا بداخله هذه القائمة هذه الليست بطبيعة الحال ثم المتغير رقم 2 Topics 2 ووضعنا داخله قمنا بتخزين هذه القائمة أيضا بداخله والقائمة بدورها هي عنصر نقوم بتخزين يعني داخله مجموعة من العناصر أخرى الآن أنزل إلى هذا السطر وأحب أن أغضح لك شيء الآن كلما تقدمنا نحو نحو الأمام تطبيقيا يعني في الأول في بداية الدرس أعطيتك تعريف عام للقوائم للليست في لغة بايتون لكن التطبيقات التي نقوم بها الآن تعطيك تعريف حقيقي للقوائم في لغة بايتون ومن ضمن التعريف الحقيقي للقوائم في لغة بايتون هو أن القوائم في لغة بايتون لديها خاصية يعني افهم مني هذه المصطلحات خاصية الترتيب أو مثلا يعني أن العناصر داخلة الليست تكون مرتبة مثلا كمبيوتر ساينس يعتبر العنصر رقم واحد في هذه السلسلة كمبيوتر ماتو يعتبر العنصر رقم اثنين في هذه السلسلة انترنت ماركتينج يعتبر العنصر رقم ثلاثة في هذه السلسلة مارشل ارت عفوا مارشل ارت وليس ارت مارشل ارت ايضا هنا يعتبر العنصر رقم اربعة في هذه السلسلة في هذه الليست او القائمة فالقوائم في لغة بايتون تتميز بخاصية الترتيب او لنسميها خاصية الفهرسة والفهرسة ايضا هي الترتيب او خاصية الترتيب التسلسولي لكن الترتيب الحقيقي لقائمة او لست في لغة بايتون لا نبدأه برقم واحد بل هذا العنصر في القائمة يعني في هذه القائمة يعتبر العنصر رقم سفر اي ان الترتيب هو كالاتي سفر واحد اثنان ثلاثة كذلك في هذه القائمة بجداء من مارشل ارت يعتبر العنصر رقم سفر في القائمة سفر واحد اثنان ثلاثة يعني هذا هو الترتيب لأنه من الوهلة الأولى إذا تكلمنا عن الترتيب ستعتقد أن الترتيب في قائمة في لغة بايتون هو 1, 2, 3, 4 لا في لغة بايتون في القوائم في الليست الترتيب يعتمد على بشكل الآتي 0, 1, 2, 3 لذلك سوف نقوم بالأمر التالي الذي سوف تراه معي الآن وسيبين ويوضح هذا الأمر إلى أقصى حد إن شاء الله والآن سوف أعمق فهمك أكثر وأكثر للترتيب أو باللغة الإنجليزية الاندكس في لغة البايتون فأول شيء أنزل إلى هذا السطر ونقوم بعمل print لاحظ معي هذه الخاصية نقوم بعمل print دلت الprint ثم نضع topics يعني هذا المتغير لكن هنا سوف نستخدم خاصية في لغة بايتون متعلقة بالترتيب أو كما قلت بالإنجليزية الاندكسين أي أنني سأقوم في دلة الprint هذه بطباعة العنصر الأول من هذه القائمة التي توجد في متغير topics أو لنسميها قائمة topics فأقوم بعمل هنا معقوفتين ببساطة وأعطي رقم العنصر أو الاندكس الخاصة بالعنصر والرقم هنا كما قلنا الترتيب الحقيقي الرقم هو صفر العنصر الأول من قائمة topics هو صفر ثم أقوم بإغلاق دلت البرينت ثم أتي إلى السطر الثاني هنا طلبت من البرنامج أن يطبع لي فقط العنصر الأول من قائمة topics لنأتي إلى قائمة topics 2 ونطلب منها أيضا أن يطبع لنا العنصر الأول منها فنقوم بعمل دلت البرينت بهذه الطريقة نفتح ونكتب topics المتغير لدينا topics 2 ثم نفتح المعقوفتين بهذه الطريقة ونطبع العنصر الأول أيضا من القائمة ثم نغلق يعني كما ترى نغلق دلت البرينت هنا يعني نطلب من البرنامج أن يطبع لنا العنصر الأول من القائمة topics 2 فنقوم بعمل ران لنرى النتيجة وليتعمق فهمنا أكثر وأكثر لمسألة الترتيب أو الانديكسين أو بصيغة أخرى الفهرسة المهم أن تحاول أن تتذكرها دائما بالإنجليزية الإنجليزية والعربية كلمتين فقط الترتيب الانديكسين في لغة بايتون نقوم بعمل ران لاحظ معي لاحظ معي قام هنا كما تلاحظ معي بطباعة العنصر الأول من قائمة topics الذي هو computer science والعنصر الأول من قائمة topics 2 الذي هو martial arts لنجأكد من هذا الأمر فلدينا العنصر الأول من قائمة topics هو computer science فأتمنى أن تفهم جيدا إن شاء الله هذه النقطة والآن دعني أوضح لك هذه النقطة أكثر وأكثر يعني حتى تفهمها إلى أقصى حد هذه الجزئية بالضبط التي تطرقنا لها وكما تعلم أن هدفي الأساسي أن لا تخرج جميع الطرس إلا وأنت تفهم أعمق فهم ممكن كل شيء شرحته فأنزل إلى هذا السطر وأضع يعني مثلا نريد طباعة نقوم بعمل print نفتح القوس نأخذ القائمة topics قائمة topics نريد مثلا طباعة martial arts نريد طباعة martial arts إذن ما هو ترتيب martial arts في الترتيب الحقيقي لمارشل arts في القائمة التي لدينا أو هذه الليست أو الإندكسين الخاص بمارشل arts الترتيب هو الإندكسين الترتيب الحقيقي أو الإندكسين 0 1 2 3 فنأتي إلى هنا نضع مثلا هنا نفتح المعقوفتين دائما لعمل الإندكسين ونضع رقم 3 نضع رقم 3 ثم أقفل قوس الدلة ثم نقوم بعمل run لنرى النتيجة لاحظ معي error أعيد أقوم بإقفال هذه run وأنا تعمت الوقوع في ذلك الخطأ حتى أشرحه لك لاحظ معي الخطأ الذي وقعت فيه أولا قال لي name error name topic is not defined يعني هذا الطبيق غير معرف وبطبيعة الحال لاحظ معي لاحظت أنني قمت فيما قبل بمسح S حتى أقع في هذا الخطأ فهنا لدينا topics هو المعرف هو المتغير المعرف لدينا في هذا الكود وليس topic لا يوجد شيء في هذا الكود اسمه topic أو معرف بtopic فأضع هنا topics أقوم بإغلاقه ثم أقوم بعمل run بهذه الطريقة الآن لاحظ معي قام بطباعة martial arts أقوم بتكبيرها قام بطباعة martial arts التي توجد في داخل topic list في الـ index رقم 3 لاحظ الآن سأغير له سأقول له قم copy بنفس الطريقة يعني بنفس الطريقة وبهذه الصيغة سأقول له قم بطباعة العنصر رقم واحد من قائمة topics العنصر رقم واحد نقوم بعمل run لاحظ معي أقوم بإقفاله ثم أعيد عمل run لاحظ قام بطباعة math والمات هنا هو العنصر رقم واحد لأقول له الآن أقول له print لاحظ معي topics وأفتح المعقوفة لعمل index في القائمة وأتذكر جيدا هذا المصطلح index أو ترتيب بالعربية وأقول له قم بطباعة العنصر رقم اثنان من هذه القائمة وأقوم بعمل أقوم أولا بإقفال هذه النافذة ثم أقوم بعمل run كما تلاحظ تلاحظ قام بطباعة internet marketing طلبت منه طباعة العنصر رقم اثنان وبطبيعة حلف الترتيب الحقيقي صفر واحد اثنان هو الانترنت marketing والآن أحب أن أنبهك إلى مسألة في منتهى الأهمية ألا وأنه في لغة برمجة بايتون ليس بإمكاننا فقط يعني طباعة عنصر من قائمة معينة أو ليست معينة حسب الانديكسين أو الترتيب الخاص به بل أيضا يمكننا طباعة نوعية ذلك العنصر أعطيك مثال بسيط أول شيء أتي هنا إلى الكود وأضيف بعض الأسطر هكذا وأتي مثلا أترك سطر وأقوم بعمل print هكذا أفتح القوس ثم أستخدم الدلة التي درسناها سابقاً دلة التيب كما تلاحظ معي وأفتح قوس دلة التيب ثم أستخدم المتغير topics الذي توجد بداخله قائمة topics فأكتب topics بهذه الطريقة بهذه الطريقة ثم أقوم بتحديد عنصر معين من القائمة العنصر رقم صفر واحد اثنان ثلاثة يعني أقوم بتحديد بإعطاء الانديكسين مثلا العنصر رقم اثنان من القائمة لاحظ معي وأغلق المعقوفة ثم أغلق قوس دلة التيب وقوس دلة البرينت بهذه الطريقة ثم أقوم بعمل رن لأرى النتيجة أول شيء أقوم بإغلاق نافذة الاد ال اي هذه ثم أقوم بعمل رن ولاحظ ماذا سيطبع لنا الآن لاحظ لاحظ قام بطباعة نوعية أو الكلاس الخاصة بالعنصر الذي قمنا بتحديده في القائمة كما ترى قلنا له اطبع لنا نوعية العنصر رقم اثنان من قائمة الطوبيكس فقام بطباعته نفس شيء يعني إذا قمنا بطباعة نوعية العنصر رقم صفر من أقوم بإغلاق الاد اللي أولا من قائمة الطوبيك العنصر رقم صفر يقوم بطباعة الطايف أو النوعية الخاصة بالعنصر رقم صفر من قائمة الطوبيك لاحظ معك كما ستلاحظ أيضا string بطبيعة الحل لأنه في هذه القائمة يعني القائمة التي لدينا topics يوجد فقط strings أو السلاسل النصية يمكننا وضع integer float أو أي أي نوعية من المعطيات داخل الليست فأتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة أي أنه ليس بإمكاننا فقط طباعة يعني تحديد عنصر معين من قائمة معينة في لغة البيتون وطباعته بل طباعة حتى نوعية ذلك العنصر إن شاء الله والآن سوف أشرح لك إن شاء الله إضافة جد مهمة وخاصية من خاصية لغة البيتون فيما يتعلق بالليست فسنأخذ كمثال الآن سوف نشتغل على Topics 2 يعني على هذه القائمة أو هذا المتغير فبمنتهى البساطة إذا أردنا مثلا قباعة العنصر الأخير من هذه القائمة Topics 2 سوف تقول لي سنقوم بعمل يعني بهذه الطريقة عفوا نقوم بعمل Print أولا نفتح القوس ونكتب Topics 2 ثم نقوم بعمل Index بهذه الطريقة ولطباعة العنصر الأخير ماذا سنقوم سنحسب 0 1 2 3 سنضع مثلا 3 هكذا ثم نقفل القوس ونقوم بعمل Run بهذه الطريقة كما تلاحظ قصة الواحد سوف يقوم بطباعة Computer Science جيد لكن هذه ليست هي الطريقة الوحيدة للطباعة يعني لطباعة العنصر الأخير من هذه القائمة هناك طريقة أخرى عواضة أن نضع مثلا 3 نفترض قائمة فيها 100 عنصر نريد طباعة العنصر الأخير فيها لكن نحن لا نعرف ما هو عدد العناصر الموجود في هذه القائمة نقوم بمنتهى البسطة لطباعة الآخر عنصر من أي قائمة نضع فقط هنا في الاندكس ناقص واحد حينما نضع ناقص واحد فمباشرة نقوم بطباعة العنصر الأخير من القائمة المستهدفة لاحظ معك سنترك هنا يعني ثلاثة حتى تفهم جيدا وأخذ نفس السطر أقوم بنسخه وأضعه هنا ثم أضع لك هنا ناقص واحد لاحظ معي ماذا سيطبع لي أقوم بعمران لاحظ قام بطباعة computer science أي العنصر الأخير من القائمة جيد إذا أردت طباعة العنصر ما قبل الأخير الذي هو internet marketing ماذا سأقوم بفعله يمكنني طباعته بالطريقة الآتية أقوم بأخذ هذا السطر ووضع ناقص اثنان وأنا أسعى الآن إلى جعلك تفهم هذه الخاصية وهذا المبدأ حينما سأقوم بطباعة سيطبع لي internet marketing أقوم بعمران بهذه الطريقة لاحظ قام بطباعة internet marketing وكذلك وهكذا دواليك إذا أردت طباعة العنصر ما قبل ما قبل الأخير الذي هو مات سوف أقوم بعمل ناقص ثلاثة إذن للقائمة نستنتج من هذا أن للقائمة ترتيب يعني ترتيب طبيعي وترتيب عكسي يعني الترتيب الطبيعي 0 1 2 3 والترتيب العكسي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 مثلا نجرب هذا الأمر لاحظ معي topic نأخذ هذا السطر ونقوم بعمل ناقص 4 لاحظ ثم نقوم بعمل run لاحظ معي قام بطباعة Marshall Arts حينما أعطيناه ناقص 4 قام بطباعة Marshall Arts فأتمنى أن تكون هذه الخاصية جد واضحة بالنسبة لك وأمر معك الآن إلى الجزئية الموالية إن شاء الله والآن لتلخيص كل ما تعلمناه في هذا الدرس إن شاء الله نقوم بطباعة بعض الجمل فننزل إلى أسفل الكود نأتي إلى هذا السطر ونقوم بعمل print ونفتح نفتح القوس ونفتح string ونكتب مثلا my favorite area of study is my نضع area of study is ثم نضع space ونغلق string ثم نضع plus الconcatenation أو الرب الconcatenation ثم نستخدم عنصر معين من قائمة معينة فأذهب مثلا إلى هذه القائمة قائمة topics my favorite area of study is my favorite area of study is مثلا أنا computer science لاحظ معي فما هو الاندكسين الخاص بهذا العنصر هو يوجد في المرتبة الأولى في القائمة الاندكسين الخاص به هو سفر فأضع هكذا my favorite area of study أكشب topics بهذه الطريقة ثم أضع الاندكسين المعقوفتين أدخل بينهما وأضع الصفر يعني سيطبع لي my favorite area of study is computer science وأجعلها كلها upper case upper وبطبع الحال دلت الupper قمنا بدراستها سابقا في هذه السلسلة جيد ثم أفتح string بهذه الطريقة وأضع هكذا ثم هكذا ثم أقفل يعني أقفل الجملة لكن نسيت هنا يجب أن أضع plus الخاصة بالconcatenation أو الربط نلاحظ هالstructure أو البنية كلها صحيحة my favorite area of study is هكذا ثم أقوم بعمل run لأتأكد من النتيجة دائما run هي التي تبين لنا هل نحن على صعوب أم على خطأ لاحظ معي هنا my favorite area of study is computer science هنا ينقصني شيء ألا وهو أن أضع space يعني هنا space فسأقوم بإضافة space بهذه الطريقة لاحظ قبل علامة التعجب ثم أقوم بعمل run من جديد لأرى النتيجة لاحظ معي أقوم بتكبير الصورة لاحظ أعطاني my favorite area of study is computer science جيد أقوم بإقفال هذه النفذة أخذ نفس الجملة لاحظ إذا أردنا مثلا الآن استخدام استخدام topics 2 أين يوجد computer science في topics 2 يعني في القائمة topics 2 يوجد في صفر 1 2 3 فأتي إلى هنا أغير يعني أعدل على الكود أضع topics 2 لكن في الـ indexing أضع 3 وألاحظ هل سيطبع لي الجملة كما أريد أقوم بعمل run لاحظ my favorite area of study is computer science لاحظ قام بطباعتها هنا لدي خطأ لاحظ computer science أصلا أنا أدخلتها يعني لدي خطأ طبعي وهذا أمر عادي جدا نظرا للسرعة فأذهب وأعدل لاحظ ظهر لي computer لاحظ computer science كتبتها بشكل خاطئ هنا نظرا للسرعة لم أضغط على حرف سي جيد أعيد عمل run أقوم بإقفال هذه النافذة وعمل run من جديد لاحظ أوكي ولاحظ نتيجة لاحظ my favorite area of study is computer science my favorite area of study is computer science الآن يعني كجملة أخيرة أقوم بطبعتها أريد طبعتها بالترتيب يعني بالترتيب العكسي يعني أريد طبعتها بالترتيب العكسي مثلا في القائمة topics وفي القائمة topics 2 فأأتي وأأخذ هذا السطر أقوم بنسخه وأأخذ هذا السطر الذي هو بالتوبيكس وقوم بنسخه فلطبعتها بالترتيب العكسي أي بالناقس في قائمة topics ما هو الترتيب العكسي هنا لدينا هنا martial art ناقس 1 ناقس 2 ناقس 3 ناقس 4 فأأتي هنا وأضع ناقس 4 ما يفرج ريو في قائمة topics وأضع ناقس 4 وفي topics 2 ما هو يعني تموضعها بالترتيب العكسي هو ناقس 1 لاحظ ناقس 1 ناقس 2 ناقس 3 ناقس 4 ناقس 1 هي computer science في topics 2 وهذه الأمور شرحتها قبل قليل وأنت تعرفها جيدا لكن راجع كل شيء وكل تقنية أعيدها ثلاثة مرات حتى تضبطها وبعد 24 ساعة دائما أنصحك بهذه المسألة بعد دراستك لدرس يعني بعد مرور يعني في يوم الغد إذا درست درس هذا اليوم يوم الغد قم بإعادته صباحا بعد استيقاضك مباشرة فإذا قمت بإعادة الدرس يعني دراسته في اليوم الأول وإعادته في اليوم الموالي نتائج راهيبة جدا في تطورك في البرمجة إن شاء الله الآن أقوم بالطبعة وأرى النتيجة لاحظ معي لاحظ معي كل شيء صحيح فأتمنى أن يكون كل شيء مفهوم و يعني كما تعرف أهم شيء بالنسبة لهذه الدرس هو أول شيء التفاعل معها أي الإعجاب والتعليق ومشاركته طبعا مع أصدقائك لأن مشاركة الدروس أكثر تعني إنتاج دروس أكثر بوتيرة أسرع وأنت أدرى بهذا الأمر فأتمنى أن يكون كل شيء واضح أراك إن شاء الله في درس الغد المتعلق أيضا بمحور الليست في لغة بيطن وسيكون أيضا درس ممتع جدا إن شاء الله فأتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في هذه الرحلة التقنية التي ستغير حياتك وأواصل معك بقوة وبسرعة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته